الدور الوطني بالمعنى السياسي للاتحاد الاتحاد مدى بداية سنة في 2019 يقول نحن معنيون على صوتك انتها وبكلمك انتها معنيون بالانتخابات وشو نكونوا نافذين فيها من بعد البعض يعتبر انكم ساندتوا تحت الطاولة شوية خلال الانتخابات الرئاسية بعض الشخصيات اللي ما كانتش ما بين الفيزين البعض تكلم على سيزبيدي مثلا واليوم الناس اللي قراب من الاتحاد خسروا انتخابيا خسروا في انتخابات التشريعية وحتى في الانتخابات الرئاسية البعض يعتبر ان الاتحاد ليس في منطقة راحة والقريب بعد تشكيل الحكومة قد يكون فيه ازمات مرتقبة مع السلطة التنفيذية اولا شكرا على هذا السؤال احنا نجم نقول لك فيه اكبر راحة اليوم موجودين وراحتنا الكبيرة كي نلقوا قيادات سياسية ناضجة ووعية بيروح المسؤولين تحتها واللي باش يجنب البلاد عديد المنزلقات الاجتماعية ثانية حاجة احنا وقت اللي تكلمت وصرحت في الفترة التحركات الاجتماعية في ضربات عامة اللي حول الاستحقاقات التحركات الاجتماعية قلت بسريحة العبارة فالهضب الصحية اننا تعنينا الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية وكل الانتخابات لم اقل ان الاتحاد سيكون طرف منافس للأحزاب السياسية بقائمات في الانتخابات وكل واحد يفسر على ليله احنا تعنينا الانتخابات هذه في جوانب الاعداد لوجستي انتحها وتعرفوا ان افتحنا دور الاتحادات المحلية والجهوية للهيئة المستقلة للانتخابات في تجهيل الناخبين وشوفتوا تقريب دعم الاتحاد في هذا المسار حتى في مقر المؤسسات وفي مكاتب النقابات الاجتماعية لوصلنا تقريب بمعيد تضافر كل الجهود للمليون ونصف مسجل جديد قلنا كذلك ساهمنا في الانتخابات تقريب ما يقارب 8000 ملاحظة وملاحظة في الانتخابات تقريبا اكتر من نصف في موجودين في ثلاثة دورات منتع الانتخابات لدعم الشفافية والممارسة الديمقراطية ويعنينا الانتخابات كذلك من خلال الاتحاد كقوة اقتراح من خلال البرنامج الاقتصادي والاجتماعي هاني مش نجاوبك علي هاو مش نجاوبك علي خدربعض اعتبرنا وهذا كان فيه نوع من التراجع الاستراتيجي من عند لا يسب التراجع الاستراتيجي ولكن عنا قراءتنا للواقع في الفترة الانتخابية محترامة للجميع الناس كلهم هيش مركزة على البرامج مركزة معناها على الانتماء الحزبي او الانتماء الديدولوجي او الانتماء معناها الجاوي هاي وفيت الانتخابات فيت الانتخابات بطبيعة الحال الحكومة اول ما تشد الموقع انتاحها ما لا بيش تخدم سنمدها بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الاتحاد العام التونسي للشور حتى تأخذ منه ما ترهه صارحا وتطرحه ما ترهه منه صارحا حتى يكون ضميرنا مرتاح انه اسهمنا وقدمنا رؤيتنا للمرحلة القادمة ها هو برنامج قاعد يتبلور الآن لم يطلب مننا انه ساهم في بلورة هذا البرنامج كل ما في الامر لقائي بالسيدة حبيب الجملي هو انه يحكي على انه عبر نعود نعبر يعبر اللي عن استقلاليته وديريته بتعقيدات معناها الدولة وكان الحديث حول هامشيات معناها عمومية ليس الا فهذا كل مدار في الحديث ما بينه ما بينه سيدة حبيب الجملي ولم يطلب منه اي مقترحات عملية من خلال معناها البرامج الاقتصادية والاجتماعية واحنا ما نصعب وهاش يصر بلادنا اليوم الفلسف الكبير ناس كل تحكي برامج 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 مشتركة بين احزاب هي ثم اولويات اليوم اربع خمسة محاور اللي هي قادرين باش ناخدنوا عليها مدد سنتين اللي باش ننضوا بها بالبلاد انتعان اللي انتدارات الشباب في البطالة محاربة الفقر محاربة الجريمة المنظمة محاربة اليوم كذلك تهرب الضريبي وكذلك المهربين والاقتصاد الموازي ما نكثروش من من الجمل الفضفاضة والعنوين النماقة وقدرين اني مناها مباستوها المسألة تو نخرجوا من المأزة قضايا شريطتها تكون تتوفر الايرادة والصدق وتكون تتوفر الروح الوطنية المسؤولة بعيدا عن مناكفات وعن مخاتلات السياسية هي اللي اذرت بالبلاد اليوم لانه اللي يقع تصريح به وما يكون فيه الكلام العمومي ليس ما يطرح في الكواليس وفي المكاتب معناها المغلق هذا الاذر بنا ماذا يطرح في المكاتب المغلقة بطبيعة الحال ماذا يطرح في المكاتب المغلقة انه الشعار اليوم اللي موجود الناس كل تحكي عن الروح الوطنية تحكي عن المسؤولية ان الوقت قاعد يجري ولكن في الواقع الملموس هناك مكاتب مغلقة هي التي تطبخ فيها كل الطباخات ماذا يطبخ فيها سينوردين تطبخ معناها فيما يتعلق بالتعيينات تطبخ من خلال انه اليوم من خلال اني كيفاش حكومة اول وحكومة ثانية وحكومة ثالثة سيناريوات مطروحة انا توقعي وان شاء الله يكون تخميناتي غالطة انه السيدة حبيب الجومني هو جاء في اطار تجاذبات سياسية حادة ما بين معناها بعض المكونات السياسية وخاصة الحزب الفائز الاول هو شاء الله ما يكونش بلون دي سي والوقت قاعد يديه على تونس وانا اكد في عديد المرات انه اليوم البلاد في امس الحاجة الى حكومة لانه حتى رئيس الحكومة الحالي ينبه الى ذلك البلاد ما عاش نجم تنتظر اليوم عندك مؤسسات دولية فهمني قاعدة تنتظر عندك اليوم فهمني ادارة قاعدة تنتظر عندك وزارات قاعدة معطلة عندك تقريب اكثر من ستة او سبعة وزارات بارنتيرين معناها يخدموا معناها اليوم هذه الكل واقع الي يزم يثوب رجل السياسيين ويقولوا حاجتي يا هذا الرجل المقتنع بيه الناس وستشكل حكومة تكون الرؤية واضحة وفي نجاحه ونجاح الناس الكل اذا كان معناها اليوم ما زالت معناها لقطعان اللوام هذا يقول ما نتحلفش مع هذا والشعارات اللي كانت في مستوى معناها الحملات الانتخابية معناها البارة كانت تعالية برشة معناها مستوى معناها كانت طالع برشة معناها برشة من هو ثوري ومن هو فسد ومن هو صالح ومن هو طالح اكيد جدا اذا الناس دي اليوم تختار خيار من الخيارات اما انتو شكل حكومة او اليوم تقول راني فشل ونمشوا باش نربحوا الوقت لان الفكتر دي تون مهم برشة انتي قاعد تقول ألعبو على الطاول وما تلعبوش بالمخبي ما عادش اليوم تونس ما عادش نجم تنتظر باش تلعب تحت الطاول عندك حاجة يجع على الطاول لكن في نوردين انتوما اللي تطلبوا التعجيل بتاك حكومة رئيسة الحكومة الحالية بالتصرف في يصفشات كذلك يطلب التعجيل لكن في الحبيب الجملي كان واضح البارح يقول انا انا اخو وقتي ويقول انا البرنامج هو اللي في قلب مشاوراتي ويقول فما حكومات جاءت لهنا للتكوين في قصر الضيافة خذت شهر بالرغم اللي هي ما كانتش امام ازمة ويقول انا ما خذت كان عشر ايامي لحد الان ما فهمتش علاش الزرب هذا الكل يقول ويقول انا مستعدا ينستمع للجميع لجنة قاعدة تخدم على البرنامج يزيوم الضغط خليني نخدم في عقلي هذا كلاب والبارح شو رأيك في هذا؟ بيعه هو الرجل المحق انت قلت ازرب ايه هذا انا ليس معناها بمثلة معناها التصرع ولكن لابد منها نصرعه شوية معناها في المثلة كنا نعرفوا اني وضع دولة ليس بالأمر الهين فهمني اليوم وداخلين على سنة ميلادية جديدة شاء الله تكون مبروك على التوانسة اللي فيها تعرف في بداية كل سنة الانتظارات كبيرة اليوم نشوفه شباب تونس قاعد ييجي من على الأقدام من كل الجهات معناها قدام الوزارات مع تسم طالب التشغيل حلم الحلم التعوذية معناها حلمها من بعد الثورة وزاد رجع له الأمل اليوم بعد الانتخابات دي اكيد جدا انه ينتظر معناها إشارات إيجابية من أجل أني باش تكون ديناميكية الاقتصادية في النفايات المسل ولكن سيد حبيب الجملي أنا عنده الحق نعم ولكن أنا اللي طالبه نداء ليس للسيد حبيب الجملي لأنه الخيارات مش مرتبة تبيده هو برك هو عامل من العوامل ولكن بتبيعة الحال يكونوا واضحين في خياراتهم يا أنا مقتنعين بهذا الرجل ولأن البرامج والخيارات رأي ما يشتعبه برش خاطر كلمك كرزين أنت ساعة قتلي كلمة بالون تختبار وانبعد زدت قتلي يما مقتنعين يما لا ليش عندك انتباع أنه البعض غير مقتنع بالرجل نفسه عندي انتباع عندي انتباع في المسلة دي أنه ثم ناس اللي معناها في الكلم العام تتكلم تتردد على خاطر الرجل هو الحبيب الجملي بالضبط وثم في ما يطرح مناف الكواليس اليوم يجي يقولك ليس برجل المهمة يجي يقوله أنه في وجه وما تعطلش الدولة فما شكو قال هي لك بتبيعة الحال بتبيعة الحال ولا سمعتها بتبيعة الحال هناك مناها ما يسوق وليس أنك باش تجرني مناها من قال هذا أو ذاك فبتبيعة الحال وجه بالتحافظ ديما موجود فهمني أنا ما قلت لك شكو قال لا نعرف نعرف هل قيلت لك نعرف هذا كلام يقال هذا كلام يقال ولكن الحيلة في ترك الحيل اليوم هالوضع الغير العادي بالمرة نكون نصرحة مع بعضنا ونكون ليس كيف نقولك أني هل الحزب الذي كلفه لا أرى فيك المواصفات معناها الكاملة بيش تقود البلاد دي أحسن من اللي نقعد منها نضيع الوقت ونقعد منها بالرجل منها نحطه في وضع في مأزق منها كبير جدا هل تعتبر سينور الدين بما حصل لك من أخبار واللي كنت تقول لي فيه أنه الحزب الذي كلفه الحزب هذا حب هو بيد ويربح الوقت والله أنا منيش داخل في مؤسسات في مؤسسات الحزب اللي جاء في المرتبول اللي هو حركة النهضة ولكن اليوم تشوف للعيان معناها معناها مخبي وهي فهمني أمين عامل وراء العيان متاعك مش كمالعيان متاعك أنت من يومين أمين عامل حزب أمين عامل حزب حركة النهضة تسمعه وش يحكي تسمع منها قيادات معناها في النهضة أمين عامل حركة النهضة يقول أنه بالنسبة لي القرارات اللي اتخذت مؤخرا ليست قرارات صائبة لكن أمين عامل تعالى هذا معناها أخرجت من سياقها معناش كون ماش نصدقوا معناها في الناحية دي واضح فاليوم الناس يجب أن تكون مسؤولة يجب أن تكون مسؤولة الناس كلها على بكرة تابعة بدون استثناء لأن البلاد راي ما عادش تنتظر نتعدوا نشوفوا اليوم اليساير اليوم في العراق واليساير اليوم في لبنان راهوا نخذوه كمقياس ما نستهينوش بوعي هذا الشعب وبشباب تونس لأن أما أحسن اليوم نبدو نحلو مشاكلنا بطرق معناها سلمية هادئة ورسينة أو نصلوا معناها في حلول ترقيعية تحت الضغط اللي اليوم بلادنا راهي حتى المؤشرات تنتعها كلها جاعدة في انحدار وما تاخدوش الكلام انتع الأرقام اللي في كل حكومة جي تحب مناها تزين الأرقام السياسية الأرقام انتعها من أجل صورة سياسية معينة وراي الأرقام خلاف نافشة مثل الأرقام لم تزدع لأي حكومة لحد الآن بحقيقة الأمر إلى الشعب التونسي في الأرقام المقدمة في قوانين المالية عالش فما مكياج للأرقام لا فما مكياج للأرقام مكياج للأرقام وانا كنت يوم أمس منا في لجنة المالية وحتى الرقام العجز اللي حكوا عليها 3.1% بعيدة كل البعض على الواقع هذه أرقام معناها من ناس المختصة اللي قاعدة تدرس فيها اليوم فهمني وتشوف فيها هذا اليوم اللي غلطنا قاعدين نغلطوا في رواحنا لأنها في الاقتصاد ما هيش لعبة إذا أنتعتبر أنه الأرقام أخطر من هكا أخطر من هكا بكثير جدا وتحمل مسؤوليتي في هذا الاتجاه ونسمع للبارحة أحد الوزراء معناها يتكلم على إنجازات وهمية فاليوم عيب على الأقل أنه من الجموش باش نجدوا نبقاوا في المغالطة أكثر من اللازم لأن بلادنا ما تتطلبش مغالطة اليوم بلادنا تتطلب كيفاش نشمروا على سواعدنا كيفاش اليوم نكونوا معناها مسؤولين بكنا مع بعضنا فهمني بكنا نعملوا مراجعات بكنا عنا أخطانة بكنا كيفاش نقدموا نقدام ولكن ليس أني بنفس الثقافة وبنفس العقلية أني قادرين باش نبنوا دولة مدنية ديمقراطية معناها اجتماعية نتقاسم فيها الأعباء ونتقاسم فيها الخيارات هذا له شروط والشروط هذه تتطلب كثيرا من التواضع كثيرا من الصدق وذلك عليش قلنا والتضح والتضح من كافة الأطراف بعاجوا ستمع على ذكر التضح يا سينوردين البعض يقول أن هي التضح اللي مستعدلها الاتحاد أن هي التضح اللي مستعدلها الاتحاد باش بشي ضحي وقتاش بشي ضحي هل هو قادر غدوة مع الوضعية اللي كنا نوصفه فيها قادر غدوة الاتحاد أنه يقوم بنوع من التفاهم ومن الهدن ويقول صحيح عندي اتفاقات مع الحكومات المتعدة صحيح فما تواصل للدولة لكن كما كنت تقول أنت الارقام مفزعة هل حان الوقت أنه من باب المسؤولية جزتما وليكن تحكي عنها أنت والتضحية الاتحاد بده يضحي شوية باش مستعد يضحي وقتاش أولا ليس الأول مرة أحنا قلنا رأنا مستعدين للتضحية شريطة 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 كل واحد يضحي على قد دخله وعلى قد مكسبه باي أحنا التضحية نتعنا في بالك أن يضحينا بواحد في المئة للصندوق 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 الاجتماعي زدنا واحد في المئة للصندوق الاجتماعي كلمة المفروضة نتكون ذرفية مشينا خطوة حتى في سن التقاعد في قطاع الوظيف العمومية وهذا ليس بالأمر الهيئي والأمر السهل أنه هيك الاتحاد لعمل تنشر الشغل باش اتخذ الخطوات هذه المسألة الثانية احنا الجباية نسبة مئوية الكبيرة يشكون يخلصوا فيها يخلصوا فيها الخدامة العاملين بالفكرة والساعة وقت ليتنراء أنا غدوة ثم شفافية في التعامل مع المؤسسات الخاصة وغيرها والناس كلها تقوم بالأداء الجباية انتعها في العدالة الجباية وكل المكونات اليوم اللي تمسوا معناها اليوم يخرجي عايتي يقول لك لا أنا القرارة ضايرة وما يعجبنيش تتراجع الدولة علاش أنا اليوم خطر عندي خصم معناها مباشر في الجباية تستهدف كان معناها الموظف وقال للعمل وقال للشركات اللي هي منظمة وتخلص في الجباية انتعها هي اللي ديما نزيدوا عليها وقت لي تمشي انت تعمل رقابة لك الكناطرية وناس المتهربة كيف كيف فهمني واحد وقت نشوفك تعمل خطوات معناها إيجابية لقدام وتعمل معناها ضغط معين وما خلطناش وقت نقض في مسارحة حقيقية وكل واحد ماهوش يعيب باش يضحي في سبيل بلاد وفي سبيل الوطن قاعد تقول قاعد تقول في نوردين مهم الكلام قاعد تقول نهارة اللي يعتبر الاتحاد انه الاصلاح هو اصلاح شامل بطبيعة سينخرطوا وقتها سينخرطوا الاتحاد في المجهود الوطني حسب المستطاع اما كنكونوا بالعدالة بالعدالة الاجتماعية والعدالة الجبائية وتكون ثم مكاشف وثم مصارحة للشعب التونسي بدون معناها مساحيق وجينا قامة سياسية وجي لشعب التونسي وتكون صريحة معاه وانا قلته للسياسيين قلته رك تكبر في عنا الناس اذا تكون صادق وتكون هادف وتعطي الحقيقة للشعب التونسي اروي احترمك للشعب التونسي حتى اذا تم الصعوبات قل هاي الصعوبات وين قل هاي المؤشرات نتعنا وين اما مشوا في المكاتب المغلقة تعطوا الارقام والصعوبات والتعقيدات اللي موجودة عندكم ونخرج في المنابر العالمية نلقى حكومات ونلقى مسؤولين سياسيين يلمعوا في الصورة ويعطوا فيه ارقام معناها اللي هي جيدة ونجحات أنا نجحات خل النجحات من ننمسواش في حياتنا العامة من ننمسواش في بنيتنا التحتية في وضعنا البيئي في المدرسة العمومية نتعنا في الجريمة المنظمة في الدويات المفقودة من السبطارات في النقل معناها المزري اللي نشوفوا فيه ما هو كتابنا تم نجحات ننمسوها معناها في حياتنا اليومية معناها مباشرة مرة اخرى انتي قاعدت تقول لي يجي نلعبوا على الطاولة بالمكشوف حط على الطاولة كي نجح ناس مسؤولة ونجحوا ناس بالحق عندها الإرادة الوطنية ومسؤولة بمفهوم المسؤولية الحقيقية يجي نقضوا على الطاولة ونصارحوا الشعب التونسي ومن بعد إذا أنا مطالب باش نعمل حاجة ويزمني نعملها في سبيل بلادي يتو نعملوها وإذا أنت مطالب باش تعمل حاجة في سبيل بلادك تعملها وغيره كيف كيف هاته ونتحدثوا في العمق الحقيقي المشاكل والتحديات التي تنتظرنا لأن اليوم مشوا بالاستهداف ومشوا بالمناكفات ومشوا بالمخاتلة والحيلة في ترك الحيل أنت اليوم تحكم في شعب كون أمين مع شعبك كون أمين مع شعبك كون صادق مع شعبك صارح شعب نتعك تراف المؤشرات هذه للفترة القادمة لا ما نشرفها الأسفة شديد وأنا مش نبعط الأحباط ولا منجم في المسجدية لم يتنام الوعي ولم يرتقي إلى مستوى طبيعة المرحلة والتحديات التي تنتظر فينا للأسفة الشديدة دي أقول للأسفة الشديدة وهذا خلافنا مع بعض الأطراف وهذا الاستهداف اللي اليوم تشوفوا فيه من كل حدب وسو من فئة معينة من الاتحاد اللي عم تنسل الشغل